أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وعقب ترأسه لأول اجتماع للحكومة الجديدة أكد مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في تحديث المناهج خلال الست سنوات الماضية ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وأن الألية لهذا الموضوع هنشتغل عليها أن هنبدأ نعود مع مجلس أمناء الحوار الوطني وحنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الأولى ودي كانت مقسمة إلى محاور متخصصة وحيبدأ كل وزير أو مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محور بعينه حيبدأوا يعودوا مع مجلس الأمناء ويترجموا هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية بتوقيتات محددة وحتباحها بنفسي أنا شخصيا على هذا الموضوع لشان نتأكد فعلا أن احنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا لأن هذه التوصيات خرجت زي ما قلت في أكتر من مجال دي بتمثل أطياف المجتمع المصري كله